السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلم في اللغة العربية مرحبا بكم درسنا لهذا اليوم سيكون تقويم ودعم الإنسان الألي سنقوم بالإجابة على أسئلة النص السؤال الأول آتي بأوصاف مناسبة لكلمة الآلات الآلات القوية الآلات الدكية الآلات الضخمة الآلات الشجاعة السؤال الثاني أعيد قراءة النص وأجيب عما يلي صفات الإنسان الآلي الممكنة نشيط مطيع دكي صفات الإنسان الآلي المستحيلة اليأس التعب الإجهاد المشاعر السؤال الثالث تشبه الآلة الإنسان في أشياء وتختلف عنه في أخرى أبحث في النص عما يثبت ذلك أوجه الإختلاف لا يملك قلبا ولا مشاعر لا يعرف اليأس ولا التعب ولا الإجهاد لا تنام عيونه الكهرباء طعامه الوحيد أوجه التشابه نشيط أمين مطيع دكي السؤال الرابع أبدي رأيي فيما يلي ألا طرى حقا أنني شجاع ومثابر على الجد والعمل ومفيد للإنسان ما رأيك؟ أرى بأن الإنسان الآلي متابر وشجاع ويقوم بأعمال لا يستطيع الإنسان القيام بها ويساعد الإنسان في إنجاز الأعمال الشاقة والصعبة الضواهر اللغوية السؤال الأول أملأ الجدول حسب المطلوب من النص جمع مذكر سالم المهندسين جمع مؤنة سالم العالمات المهندسات مفعول فيه ضرف زمان صباحا مساء مفعول فيه ضرف مكان تحت الحال نشيطا مطيعا ألف لينة في الأفعال اهتدى طرى ألف لينة في الأسماء ملتقى منتدى ألف لينة في الحرف إلى متى السؤال الثاني آتي بجمل تتضمن كل واحدة منها تباعا ما يأتي جمع مذكر سالم يعمل المهندسون على تطوير الآلات جمع مؤنة سالم تعمل العاملات في الحقول مفعول فيه ضرف زمان يستيقظ الطفل باكرا مفعول فيه ضرف مكان يلعب الأطفال داخل المركب الثقافي حال دخلت المديرة مبتسمة ألف لينة في الأفعال رامى اللاعب الكرة بعيدا ألف لينة في الأسماء يحضر المبدعون المنتدى كل سنة ألف لينة في الحروف العصافير على الأغصان